بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة آخر ما يتوقعه الإنسان أن يجد الشفاء في أعماق البحار لأن الله سخر لخدمتنا كل شيء حتى أعماق البحار دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة اللطيفة حول إسرار الشفاء في دراسة يابانية جديدة تبين أن مياه البحر العميق على عمق أكثر من 200 متر تساعد على شفاء قرحة المعدة وقد أثارت هذه النتيجة دهشة العلماء ويقول العلماء أن هذه المياه تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة وتقرحاتها كما تبين أنها تساعد في قتل بكتيريا خطيرة جدا بنسبة 60% وسبحان الله الذي سخر لنا هذا البحر قال عز وجل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهذا نوع من أنواع فضل الله تعالى الذي أمرنا بابتغائه ولتبتغوا من فضله يعني أنظروا من كان يتوقع أن نجد فضلا من الله تعالى أن نجد هذا الفضل وهذا الشفاء في أعماق المحيط والله إن هذا الكون هذا القرآن ليشهد على أن هناك إلها عظيما هو الذي سخر لنا كل شيء فالحمد لله على نعمة الإسلام حتى يتبين لهم أنه الحق